قتل اختطاف وتعذيب هذا هو حال الصحافة في اليمن مرصد الحريات الاعلامية في تقرير حديث له اكد تفاقم ماسات العاملين في الصحافة بسبب ما وصفه المرصد بتراجع ادوات ووسائل التضامن مع الضحايا وشعور الجنات انهم بعيدون عن يد العدالة والعقاب المرصد الاعلامي التابع لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي قال ان الانتهاكات التي سجلها خلال النصف الاولي من هذا العام توزعت في عدة محافظات اهمها عدن وتعز صنعاء وحضر موت موثقا ستة حالات انتهاك ضد مؤسسات اعلامية وسبعة واربعين انتهاك ضد صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وثقت تقرير الاعلامي ارتكاب ثمان حالات قتل طالت صحفيين منها مقتل مراسلي قناة بلقيس عبدالل القادري ومحمد القدسي والمصورين الصحفيين علي ابو الحياة واسامة سلام وتعد قصة الصحفي انور الركن واحدة من قصص الانتهاك التي جمعت بين الاختطاف والتعذيب والقتل ميليشيا الحوثي هي اكثر الاطراف المنتهكة لحرية الاعلام فقد انتهكت وفق التقرير سبعا وعشرين حالة انتهاك وتسببت بمقتل العديد من الصحفيين وتشريد بعضهم واختطاف اخرين وتعذيبهم فضلا عن تعرض اعلاميين للاصابة بشضايا قصف ميليشيا الحوثي كما رصد التقرير اربعة عشر انتهاكا مارسته اطراف تابعة للحكومة الشرعية بالاضافة الى انتهاكات ارتكبها التحالف العربي التوزيع الجغرافي للانتهاكات يشير الى ان الحريات الاعلامية في اليمن تزداد تراجعا مع سيطرة الجماعات المسلحة في ظلها شاشة مؤسسات الدولة وهو الامر الذي صعب من عمليات نقل الحقايق وسمح بتفشي الاخبار الملفقة وجعل اليمن تدرج ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حرية الصحافة